ما الذي يفعله الوفد الحكومي في الأردن؟ بعد أن صدرت تصريحات حكومية سابقة تؤكد تجميد العمل باتفاق سوكهولم حيث عقدت في العاصمة الأردنية عمان الاثنين الماضي لقاء ضم ممثلين عن الحكومة والحوثيين تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بحث فيه كيفية تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى كجزء من اتفاق سوكهولم الذي انعقد نهاية 2018 الاجتماع المغلق يعد الثالث بعد اجتماعين سابقين في العاصمة الأردنية لم يصل لأي نتائج إيجابية ويعود هذا الفشل كما تقول مصادر حكومية إلى تعنط ميليشيا الحوثي والتي اتهمها السفير اليمني لدى الأردن علي العمراني بالتنصل من كل التزاماتها التي وافقت عليها في السويد فرص نجاح هذا اللقاء تبدو ضئيلة وبحسب تصريحات العمراني لصحيفة الدستورة الأردنية فإن المباحثات ستكون مثل سابقاتها لأن الحوثي ليس جاداً في إطلاق السراح الكل مقابل الكل مؤكداً أن حربه ضد اليمنيين بدأت قبل 16 عاماً وليس قبل 5 سنين مع ذلك فإن عودة الحكومة للتفاوض مع الحوثي تبدو مستغربة لدى الكثير كونها أعلنت وفاة اتفاق السويد خصوصاً وأن أغلب المواشرات لا تدل على حدوث أي انفراج ولا تفسير لتحركات الحكومة لدى ناقدين لأدائها سوى تبعية قرارها السياسي والعسكري للرياض شكراً للمشاهدة